السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم في انطباع مانجا وان بيس الفصل 854 نار يا حبيبي نار وإن حدث لازالت تمشي وتتطور وتأخذ منحانة خطير جدا ولكن قبل أن نبدأ لازم العيد ونأكد لما اشترك في القناة حتى الآن يشترك ولا تسأل نعطيك وحبك الضغط على زر الأجهام نشر الفيديو لأصحابكم وحين نقول له عشاق الانمي إذا تتابعين الانمي وان بيس في الحلقة إذا نتكلم عن مانجا وان بيس حتى أنتم تصل على الثلام في الانمي سك الفيديو لأنا أفضل لك وخلونا نبدأ طبعا صبعة الغلاف جاء مزوروا بالدباب كذا كأنه والله العظيم يا شيخ ذكرني بالترمانيتر كذا حط الصيف واحد وراء وثنين حطهم في الشطة وشبر قدام قاعد يأكل بكل مداني الكلب سراعة مشهد جدا جميل ولكن خلو هذا الوضع عنا خلونا نبدأ في الفصل بدأ الفصل بجنبي قاعد يركض ونامي رقب على ظهره مات بيتمش حتى رقب على ظهره وهم زكين طمطم وجنود يصرخون أغلقوا الممر سكروا علي الممر لا تخلوهم يهربون وجنود الأخرين يقول يعني دوروا وفتروا من قدامهم ونصدوا عليهم يعني خلوهم بين المطرقة والسدان على قولاتهم وجنبي يعلق يقول أحين احنا وقعنا في المشكلة إذا استمر الوضع على كده فعلا في النهاية رح نكون سرراوندد ما حاطين بالكامل طبعا اللي كانوا يطلقون يقولون انه البوس جنبي معقولة جنبي سوى ثورة انقلاب علينا مم صدقين جهيتم صادمة مم طبيعية وبدوا يطلقون طاعة طاعة طلقات نعرفا جنبي قاعد يكلم نامي يقول لها نامي تولي اللي وراي يعني هل يشبهم وخليه نالا اللي قدام هاي احد يظهر قدام يوجين كرة ويطايرة وانت اللي وراه الله الله عليهم بالرعد وصعق كذا بالعص حقتها وفاجأ فعلا ظهروا قدامهم من الناس كثير ونامي كانت اي خلاص ارتفت من ذا اللي ورا تفت عليهم تضربهم جاهز العصة حقاتها وجنبي يقول نعم رائع عليش بهم ولازل قدام للعديد يعني المستاد بيضرب اللي قدامه ونعم بيسوت ثاندر كلاود يعني غيمة الرعد وجات الضربة فيهم كلهم ولكن اقوى ضرجة على الشخصيين اللي قدام يعني سوت كذا لان اعرفت الشخص اللي ضربته اول شخص ضربته قدامه فكان اللي قدامهم من السدع في الارض تجبر ومعهم بارول تفاحمهم من الصعقة الكربائية اللي جاتم ونامي تقول ماذا تجبر يعني الشاب تجبر هنا وكايرت تطل عليهم من المرايا طالع قدامه نامي اشتويت بشبر هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها تقول هلع ذا جيين انقذكوي انتوا تترح تصاقين ازا قداما كارت انا اسفر ما كنت أدري منين طلعتكم؟ تقول بعد المشهد الى داخل عالم المرايا تجبر ملقى على الارض وكايرت حزبية بربر بربر يعني اخ شبر انت بخير انت بخير ونامي قاعد اتطالع متعجب تقول ما انا بقدر اصدق اني داخل عالم مراية بدرو كان قاعد فوق العربة يعني زي ما تقول يحرس ديزل عشان ديزل ما يتحرك ولا يروح اي مكان بدت بنقول تصرخ تقول جيم بيش عندك مع ذيلي هذي خيالة واضحة صريحة وصريحة اشتترجين يعني اكيد انه خاين وبعده قالت انا سمعت انك كنت تطلب الانسحاب من الطاقم ودريت انك برضو لحربت من انك تلعب الرولت يعني فعلا زي ما توقعت انا وكثير برضو في كثير من واحد تتكلم عن ذا التوقع حاليا ما تحضر لي اسمان بسيناس قالوا ان جيم بي ما راح يلعب الرولت يعني انسحب من اللعبة ملعبها ذا الكلام قبل لا يقولون فعلا ان انسحب في ناس توقع ان جيم بي ما راح يلعب فجيم بي قاد يقول اه برول قال لا شوف اماما ما قصرت يعني مدة سنتين كاملة من بعد موت الوايت بير حمى جزيرة اليوجين فانا كانت تحس باني مدين لها وكنت احاول لي ابقي الامور على السيف سايد يعني بدون مشاكل ما ابي سوي مشاكل مع البيج موم ما بياخسر الجزيرة اليوجين ما ابي سوي مشاكل ولكن الويل هذي قلت لي العب الرولت هذي انه فرها وشوفش اللي يطلع لك كم سنة بتاخذ منك ولا بتقص منك يا در بتقص منك رجل وحسيت ما وراها الا الموت او نوايا سيئة يعني بيصير لي شيء سيئ جدا جدا وهين على طول علق بدرو قال الرولت زين ما سويت يا جيم بيين افضل قرار اتخذت انك ما لعبتها فعلا واكمل بدرو قال قبل خمس سنوات واحد من اصحابي لعبها وانتهى بالمطاف انه مات هي اساسا مصمم انه اي خيار بتختاره في النهاية رح يؤدي الى موتك يعني يعني اللعبة مخدوعة مغشوشة كذا تبيلك انك ممكن تنجو ولكن فعليا هي مصممة تصميم سيئة انك في النهاية بتطيح على العمر وبيتسرق عمرك بيروح عمرك وفعلا اكدت الكلام هذي بيرول قالت نعم هذا الشيء بالتأكيد ايها الحمقى مستحيل البيج موم تسمح لأي حد يطلع من عن طاقة ما حي مدام انك صرت تابع لي ما نتهميت ميت يعني شريرة حتى النخوع صراحة وبعدها زي اللي قاعدوا تلقي خطبة ايها الاختحمون الاغبياء الصغار وايها الخائن اللعين تقصد انه وجنبي قانون الجزيرة هذا اي احد بيجي مرحب فيه تعال حياكلها اقلط تعال ادخل معنا انظام منطقاء منصر واحد من اتباع البيج موم ولكن اي واحد يخرج ممنوع يعني الدخول تتوقع دخول الحمام سيخرجه المقصد انك لا دخلت ما رح تطلع من عندها حي بتموت ياتتم معها لان مما تموت ياتموت اذا جيتم بتطلع ما بتسمعنا تطلع من عندها حي بعدها طبعا جابوا بروك صحة وقاعد يقول يلا ينسرع ما بقى عندنا الا سانجي بروك ولوفي لما استرجعنا الثلاثين ستر طاقمنا كلنا رجع ونقدر نهرب من هنا بكل سرعة وديزل هالمسكين يقول رايحوني تعبت انا ودوزنكم مبسيط كلكم قاعدين على العربة جيمبي الحالة ما شاء الله بتعافي وشبر في الوضعية العملاقة وكارت ونامي وبرول وبدر وكلهم على هذا العربة وديزل همسكين قاعد يتجر فيهم زي القطار يا اخي انت قطار هذا مهمتك العربة العامين في القطار تتجروا العربة انتقل بعدها المشهد في غرفة البيج مام الكون روم غرفة المالكة والمشهد مركزين على بريثميوس طلعت ليدين كده شكل يديني شمس كده انا عادي سألني شلون وقاعد يركب على وجهه الاسكة والبيج مام بتسألة تقول له وش فيك يا بريثميوس يا شكاعد نتسويش فيك وعلق بريثميوس تعليق جباري يدور مدى قوة وجبروت بروك يقول الجرح اللي اصابني فيه سول كينغ بروك انفتح مرداني اعمق مما تخيلت يعني كنت توقع انا مجرد الجرح سطحي طلع عميق بس تميت شو جالس اللي انفتح الجرح من الجديد فعشل كده قاعد يسكرا يحميه وتميز ان حتى كلمة البيج مام ان ديلي الارواح الثلاثة قوية ما تقدر تأثر عليهم يا بروك طلع مو صحيح قوة الروح قدرة بروك دارت تأثر حتى على الشمس والغيمة ونابوليون القبة تقدر تأثر فيهم كلهم قوة سول كينغ في الارواح اسطورية طبعا المضحك بالصورة هذي كلها الميج مام معلقة بروك بروك لما بازره يسير ان دها دمية باربي وتعلق بشعرها حبلته تلعب فيها كده الميج مام قاعد تصيف بروك معلقة بروك وبلبستر زي الوشاح بخلتها كده دمية كده تلعب فيه في يدها والله العظيم من المشي ده اللي بحق دالي ضحك بطبيعي قاعد تصيف بروك كده يعني تلعب فيه من شدة ماه حبته ما تبتحطها في الكتاب في المستودع أو المزيوم أو المتحف حقها للمخلوقات الغريبة لا بحتفظه تبع عندها يعني في البداية طبعا تعليق البيج مام كانت تقول أو كم أنت وثير الشفقة بريثيميوس أنك يعني انجرحت شذا الضعف بعدين استدركت كلامه وقالت أو بمعنى صح المفروض أني أبارك لهذا اللي هو تقصد بروك على القوة الأسطورية لأن هذا أول مرة واحد من كموتي الثلاثة ينجرح يعني مو بس بروك واجه البيج مام قدر يجرح واحد من نسخها نقدر نقول نسخها لأنه زار على النسخة جزء من روحها داخل ذلك يعني الضربة تقدر نقدر نقولها أثرت في روح البيج مام نفسها وهنا بودنك باختضاء بقعد تعلق ماما يعني أنت بدأ تلعبين بهال حفلة العظام هذه وطبعا كل هذا زي ما قلنا شاطحة أحمد اليماني بروك لازال قاعد يمثل للمغم عليه أو يمثل لنا ميت أو يمثل لنا يعني شيء من هالقبيل بس ما قاعد يتكلم ولا قاعد يفكر في مخة قاعد يقول بودنك شون تقول عني حفنة عظام يعني هذا كلام قاسي يعني هم تخيلنا بودنك سويت وطيبة وحبوبة يعني هم قابلاته في المطعم ما يدري أنها شريرة حتى الآن ما يدري أنه يتقدر فيهم ما درع عن أي شيء نزل يعتقد أن بودنك طيبة جدا فمستغرب التعليق القاسي هذا منها وهنا جاء تعليق البيجمام قالت ما في مخلوق زيه في العالم كله يعني مخلوق فريد يونيك شيء شيء مميز لي أنا الحالي بس إنه عبارة عن فن من الأرواح لوحة فنية من الأرواح لذا في الوقت الحالي ما راح حطه في المتحف بخليه عندي يعني يعني زادت صعوبة استرجاع بروك يعني أول استرجاع بروك كان صعب في الكفاية إنهم سجنوا لو حطوه في المتحف أو كده أحين وهو في يد البيجمام يعني يمكن ليلة الحفلة ثاني يوم تتم البيجمام تلعب فيه فلازم يسترجعون بروك من يد البيجمام وتعليق بروك لا لا ما يبيد تم عنده يعني تخيل البيجمام كده ببطح بالفرش وفات حتى جامعة كده وهنا أكملت البيجمام كلام لأن هذا أول مرة تقابل بودنك من بعد ما بودنك كذبت على الطاقم وقالت لها أحسنتي صنعا أنك قدرت تقودين طاقم ستروهات قبعة القاش إلى غابة الإغواء زي ما توقع أحمد معاد ديمو أجين أنا أصف يا أحمد اللي شككت في نظريتك والله على ذا النقطة تكلم يا جميع عبودنك دلتوا يا جميع عبودنك أحمد معاد أنا أصف مرة أخرى المهم أكملت البيجمام كانت تقول أنا ما توقعت أن الميكدون يظهرون من الغابة بأنها رسلت لهم برول ورسلت لهم بعدها كراكر فكان مفروض أن برول وكراكر كافين أنهم يهزمون لوفي وطاقمه ولكن لوفي وطاقمه كانوا أقوى وقدروا أن تشفون نقطة ضعف كراكر أنهم يصبون عليه ماي شعي حليب أكملت البيجمام كلامه وتقول ولكن في النهاية إحنا قدرنا ناعتقلهم كلهم ومسكناهم حاليا لوفي ونامي من اليحين في السجن مونت دور في السجن الكتب هنا علقت بودنك قالت إي أنا رحت شفتم يا لهم المثيري الشفقة وني رحت زرتهم وبعدين قالت لبيجمام ما رحت تقتلينهم كلهم وتخلصينهم من ذا السالفة وقالت البيجمام أجل بعد الحفل يعني الخطة أنه بعد ما يخلص الحفلة الزواج بنقتلهم كلهم ليش أنا تبي تبقيهم كرهائن قدام سنجي تثبت السنجي شفهم هذا أخوياك على قيد الحياة ما ذبحناهم هنا تعليق بروك ماذا ماذا وشو وشو شسا وأكملت البيجمام وقالت تقول يعني في ذلك خطتهم أنها أرسل تقول المفروض أن البيس بوك حالياً غرقين في الشراب لأنني أرسلت لهم البار ميدز يعني خدم البار خدم المشروبات والكحول هذي عزاس يشربون يسكرون ويسرون مو في تركيزهم مو في كامل تركيزهم مو في كامل وعيهم لحظات الزواج تبيهم كذا مستمتعين عايشين ماخذين راحاتهم مفتلين لين لحظة الزواج وطبعاً للي ما لاحظ بدنك ترى كانت جالسة متكية على الغيمة يعني يدلك إلى أي درجة مدلعة البيكما مجالسة على الكرسي حقها العرش الملكة وبودنك جالسة على الغيمة على زيوس زيوس صار زي الكرسي وقعد عليه بودنك فهينا بودنك قاد تقول مجالسة طبعاً تكي تقول آه فهمت بس ريجو الشريرة يعني أو ريجو الشكاكة جاءت تتلصص عليه أو يعني تبحث في الموضوع مشاكفين يعني ريجو من بينهم كلهم هي اللي شكت هي الوحيد اللي شكت إن الموضوع في إنه وأكملت قالت كان عندها حواس خطيرة يعني حواس جيد إنها شكت في إنه بس أنا تعاملت معها خلصت موضوعيها هنا خافت البيكما وشو شويت مين لك وقتلتيها وينها صدمة بروك حسنات نفس نفس صدمتي ومشاهري المصدومة وشو بودنك بودنك الطيبة الجميلة السويت الحبوبة تقول ذا الكلام شو اللي قاعد يصير أحز بروك مزكين صدم صدمة العمر زي ما صدمنا احنا في بودنك ولكن بشكل مرعب جدا بالنسبة له طبعا غضبت بودنك من كلام البيكما ويعني تشكيكها فيها وتقول لها شيش ما تثقين فيني ما أنت باثقوا في قدراتي أنا ما قتلتها أنا طلقت طلقة واحدة بس على رجلها وبعد ما طلقت عليها مساحت الذكريات حقاتها فهي ما تدني أنا اللي طلقت عليها هنا قلبت مشاعر البيكما مشاعر قلق صراحة الوجه مقرف سواء سعيدة سواء قلقانة سواء غاضبة وجاء يجيب المرض يا أخي وقاعدت تقول لها خليش حذرة يا بنتي أنت البنت الغالية عندي لو جاء الشي لو في أحدها المعارك يعني فجأة جاءتش طلقة ولا جاءتش إصابة ومتتي ولا صار لشي بنصير عندنا مشكلة شبنسوي أنت المخلوق الوحيد طبعا هذه الترجمة مني للي ما شاف حلقة فتر نبوء يرجع يشوفها أنا قلت في حلقة فتر نبوء أنه عندي كلام بقوله عن المانقا فبقول لكم الحين بودينج عندها قدرة الدرويد العين الثالثة راح تمكنها أن تكون عندها قدرة الدرويد اللي تكلمين عنها في حلقة فتر نبوء أنا ومحمد رجعوا وشوفوها القدرة اللي البيك موم تنتظر لها تتفعل عند بودينج هي قدرة العين الثالثة الكاملة لما تفتح بالكامل راح تقدر تسمع كل شي وراح يكون عندها قدرة الانتقال في المخلوقات الثانية وتحكب المخلوقات الثانية لربما من يمتأكد من ذا للي متابع مسلسل جيم ثرونز يعرف الثرد آي ريفن الغراب ذو العين الثالثة اللي عندها ثلاث أعين عنده عين في جبهتها واللي موجودة عند واحد من عيال ستارك هذا عنده القدرة أنه ينتقل بالفكر إلى المخلوقات الثانية يتحكب في المخلوقات الثانية يقدر يشوف المستقبل يقدر يشوف الماضي فلربما هذه برضو من ضمن القدرات الدرويد اللي السحر اللي عند الدرويد فربما هذه القدرة الأسطورية اللي عند بودنج اللي البيج موم تنتظر تفعيلها بالكامل عند بودنج فالبيج موم هنا خايفة أنه بودنج يسير لها شيء قبل أن تتفعل عندها قدرة الدرويد هذه واللي أهم قدرة عند البيج موم عشان تقدر تروح بسطتها إلى رافتن طبعا كلنا ندري أنه لوفي عنده القدرة هذه ومنونسكي عنده القدرة هذه أكملت بودين كلامه قالت لحق ماما شكرا للمراعاتش أو خوفش علي ولكن بفضل اللي صار هذا قدرت فعلا أجرب المسدس أنه فعلا عنده القوة الكافية أو القوة النارية الكافية أنه تخترق أجساد الفنسموك الحديدية والأجسادهم المدرعا أجسادهم قوية جدا يسمونهم ستيل بادي الجسد الحديدي وهنا بكل نظرة شريرة بودين كمسك المسدس تقول شينهم نخليهم زي الجبن السويسري اللي تعرفونتم الجائري الجبنة ذي الدائرية اللي تجي كلها الضقوب هذا اللي تقصد بودينج أنه بتخليهم زي كرة الجبن المخرجة يعني ثقوب من الرصاص يعني تشبيه واسخ صراحة وهنا ضحكة البقمم يعني فعلا بودينج نسخة شريرة من أمها فعلا فعلا الشر في عيونهم ها 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 يالكي من فتاة ذكية يا بنيتي غدا طلقتش أنت الرصاصة اللي بتطلقين أنت بودينج رح تكون الإشارة لبدء الحرب أو بدء القتال أو بدء اعدام المعنى صعيح له اعدام اللي بيسونا الفنسموك فيه كثير توقعوا فكرة الريد ودينج اللي برضو ما أخوذها من عصابة المافيا واسم عصابة المافيا مقارب اسم كابوني اسم كابوني فيه جزء من العصابة كانوا مسوين كذا حافل زواج وأعدموا كل القبيل العيلة عيلة المافيا في ذاك الزواج وأيضا فيه جيم ثرونز ذا ريد ودينج حلقة العرس الأحمر كلنا نعرفها الطعن والقتال اللي صار فيه فالفكرة مقاربة زواج اللي جاي بيكم عنكم تزوجون وفرحنين ويعدم الزوج وعيلة كلهم في الزواج وهذا اللي بيصير بالضغط فقاعدت تقول لها انتباه الجميع راح يكون مركز عليكم انتو اللي يعني لحظة يومين كيستا برايد يحق لك تقبل العروس يعني المفروض ان سانجي يقبل بودنج يرفع عنها الشال الفال هذا الغطال على الوجه فلما يرفع بينصدم انت تفتحين عني شيء الثالثة ينصدم ما راح يقدر يتصرف ما راح يقدر يسوي اي شيء تطلعين المسدس وطرقاخ خرق جبهتها على طول في الطلق هذه هي اشارة بدأت اطلاق النار كل الحضور يعني اتباع البيكمان بيطلعون المسدسات نفس النوع هذه اللي تقدر تخرق اجسام الفينسموك نوجهم على الفينسموك كلهم العيال الثلاثة والبنت والابو وسانجي يريدي انت قتلتيهم هذا السادس فالخمسة ذيلي كلهم طلق من الخلف ومن قدام من الجنب نخرقهم كلهم ويسدهم في الارض يصرون جثة هامدة والارض تغرق بالدماء الحمراء وبعدها تبدأ الحفلة ناكل الكيكة يخرب بيت التفكير الشرير لذا كذا طبعا نظرة او عيون البيكمان ويتقول عندها ستبدأ الحفلة الحقيقية سعادة غامرة مجنونة وحشية يا الله يعني كل المشاعر اختلطت في مشهد واحد او درس امها رسم اسطوري يعني بكل حقارق قاعدة تقول ناكل الكيكة ونشرب معها شاهي مروقين حفلة شاهي يا اخي بشيك ما علينا من الجثث الهامدة ما علينا حفلة شاهي بنهاية خلوهم ولون ناكل كيكة ونشرب شاهي وعندها سيصبحون الجرمالي لان القادة حقينهم ماتوا كلهم نظريتي يا شباب تحققت زي ما توقعت البيكمان تويتقضل في اسموك كلهم من اللي بيكون وقتها الزوج تزوج من الفيسبوك اللي بودنغ فالبودنغ خلاصي قائدة الفيسبوك كلهم وكلهم يصرون تحت قيادة البيكمان لان ما في احد قائد لهم كل الفيسبوك اللي يعتبرون القادة حقين الجيرما سيك سيكس اعدموا ماتوا ما بقلنا بودنغ وين اللي تعتبر حاليا نخذت اسم الجيرما فتصير تباعها ما قالوا هالرسميين ولكن هذا واضح هذا الخطة وهذا التفكير جابوا بعدها المشهد الى غرفة سنجي المفروض انه نايم سنور يعني واحد قاد شه assembled هذا المؤثر أنت طالع سنور سنور يعني شخير شخير يعني بواحد نايم قائد شاخر و الجند يفتح الباب وطل وشاف فيواحد نايم قائد شاخر سكر الباب وقال سنجي المعرس او الزوج المعرس نسمي المعرس نايم ولا أتأكدوا ان ما يطلع مقرفته و خلوكم وكلكم من الحرس جايبين لك وجود شكتر ومحراس على الباب لا تخلونا يطلع من الغرفة طبعا الجندي اللي كان ماسك الدنت المشي هذا بالنسبة للقطعة الشطرنج يسمونه الوزير اللي ما يعرف منه الوزير مع الملك والوزير أو بعضهم يسمونه الملك والملكة المهم منه اللي راسه زي الوزير زي التاج بس مش تاج الملك تاج الملك يصير عليه صليب والعوذب الله المهم منه هذا قطع الشطرنج بس أنا نتكلم عنه فالحرس اللي كانوا واقفين عند باب غرفة يسمي الفارس والجنود عاديين صغار فكل الحرس واقفين عند الباب يعني أقوى الحرس واقفين عند الباب فالجندي اللي طل أو الجندي الشطرنج اللي طل على سنجة القلعة جندي القلعة بس اللي كان يبلغ هو الجندي الوزير كان يقول سنجي نايم في مكانه وما تحرك وقاعد في غرفته فجاء أوامر من الغرفة الاجتماعات أو من المدي أو يعني وزير الجبنة يمكن ماندرة وغيرة لا تخلي سنجي يطلع من الغرفة لين الصباح ولا تخلي أحد يدخل عنده وبعدها وضح لنا أن اللي كان نايم وشاخر ما هو بسنجي هو الجندي الحارس حق سنجي اللي كان سنجي قال لأنا بطلع أروح أتمشي أروح أقبودنج الجندي اللي كان لابس قبعة مكسيكية كان جايب حق سنجي الأكل يطبخها فالعبيط هذا مبطح بفراش سنجي صاح من نوم قال آه أنا نمت بفراش سنجي سما سنجي سما لأنا بيتزوج بودنج ورجع قال يا ولد ما حد حوالي خنة كم النوم وحط راسه كم لنوم فالولد شاطحها في النوم ليه بكرة ثاني يوم الصباح فما حد راح يدري أن سنجي برى الغرفة الثاني يوم بسبب هالجندي الغبي هذا وعلى هذه الولحظة صراحة أتباع البيجمون في كثير منهم أغبية وقاعد يرتكمون أخطاء غبية وقاعد يتعفس المخطط كله ممكن أحساس أن جنودها كثير جدا ففي منهم كم واحد شوي مغفل وقاعد يتصرف تصرفات غبية المهم الزبدة أن فيها عندها جنود صراحة أنها تباعها غبياء جدا وقاعدين يشوفوا الخطة ويخربون الخطة كلها انتقل بعد المشهد إلى غرفة الاجتماعات غرفة الاجتماعات مجتمعين فيها الوزراء كلهم وزراء وزير الجبنة وزيرة الزبدة وزيرة الكريم سيدة الملعونة الكون 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 بارونة البيضة وحين صار الدجاجة السيد دجاجة أو الكونت دجاجة في طاولة الاجتماعات المستديرة اللي قائد الكلام اللي قاعد يتحكم يسأل انتش صار معك وانتش صار معك ودوين راح وما سينوه كان هو الماونت دور وزير الجبن ماونت دور كان يدير الحوار أو هو المسؤول على الطاولة قاعد يتكلم معهم كلهم فاللي حصل ان السويت كوماندر قادة الحلوة كاتاكوري ما جاءت حتى لا سموثي كانت موجودة في الدور الرابع مع البيج مام وقاعدت أوامر للوزراء اللي تحتها انهم احجزوا الأدوار الثلاثة اللي تحت تفصلوهم عن فوق ولا تجيبوا لنا أي أخبار أو أي معلمات عن اللي قاعدة تصير تحت انتوا تصرفوا يعني لو جاء أي خبر للبيج مام ان البيج مام انه يعني فيه دخلاء وشي قاعد يصير ممكن البيج مام تقتلهم كلهم ممكن تدمر قصر حلوى هذا كله بتسوي لهم بلو اللي حصل حاليا هو تلخيص اللي صار يعني زي ما تقول الاجتماع قاعد يتكلمون فيه شي اللي صار وشي اللي نعرفه وين راح ذا وين جاذا وكل ذا فبتدى ما ندور بالكلام اللي نعرفه ان بوكيموس جابوهم الى داخل حدودنا بعدها بوكيموس اختفى نادروا بوكيموس راح كابوني خذ ودى وعدم اختلا فاللي حصل لابدينج قادة ستة منهم اللي هم بدرو كارت تشوبر نامي بروك ولوفي ستة اشخاص الى غابة الاغواء فماوندور قاعد يحط صورهم على الطاول وقاعد يشطب عليهم اكسات يعني وين كل واحد منهم راح فأول واحد اللي هو سول كينغ بروك موقعه الصحيح فالشطبوا عليه اكس قالوا هذا في يد البيج مام وحاليا هو اكثر واحد من تكم في العالم كله ما نادل حتى شوما ينحاش من يد البيج مام خلوه على جب هذا بروك خلاص خلاص مننا انتقلوا البدرو وقالوا بدرو حسب المعلومات اللي وصلتنا النمات في الانفجار الكبير اللي صار مع الجنود يعني انتحر بدرو طلع القنابل وانتحر مع الجنود في ساحة الدور الثالث أليس هذا صحيح ايو الكونت شكين هاهاهاها والله مني بتقبل شكله نفس الشكل شنفاد اللي ما طلع لها منجار وطلع لها عرعون فوق راسه فقط لغير ولا هو نفسه طبعا نقدر يقول له صار معضل كده وفخم كده بس استهله هو نفسه يعني رجوله طويلة شكل دجاجه ذات رجول طويلة فقط لغير المهم انها موت الدور قاعد يأكد اني يقول هاك كلام بصه هي كونت عدا كم واحد جديدين مثل ذا اللي راسه زي القبعة كبيرة مثل ذا اللي راسه زي الدبابيس اذكرني باخو كيلوه صراحة من هنتر اكس هنتر يعني في اشكال غريبة جدا واحد زي شجارة راسي طلع فوق نبتة فذي اللي كلهم ممكن ابناء البيغمام ممكن من الطاقم زي يعني كونت شكين ما يعتبر من ابناء بس من طاقم البيغمام فممكن ذي من الطاقم البيغمام ممكن انهم ابناء ما لا ادري مظهرت كامل قوات ما ظهرت لهم اي تعريف اول مرة يطل لحملكات فعين ما ندور يكمل كلامه يقول الثنين ذي اللي عرف لأين هم فيه الثنين البقية اللي هم شببر و كارت برور ارسال تقرير الصباح ببروك ولكن انقلب السحر على الساحر وحاليا برول وديزل صار يخدم عند شببر و كارت وقاعدين يجمعون الطاقم داخل عالم المرايا وراندل في البقية تفقعوا جيهم داخل عالم المرايا ففعلا زي ما قلت لكم ممكن نقدر نقول لأتباع البيغمام ضعاف او نقدر نقول للطاقم له في اخيان قد يكتشون نقاط ضعفهم ويقلبون عليهم السحر يقلبون السحر على الساحر فحاليا الاثنين اللي هم كارت وشببر وطبنا عليهم اربعة من الاصر الستة نهزموا بقينا في الثنين المهمي من لوفي ونامي المفروض ان احنا هزمناهم بره غابة الاغواء بعد ما هزموا اخونا كراكر واعتقلناهم وجبناهم وحطيناهم في كتاب السجن تحت في القفو وخلينا ابر حارس عليهم هو زي ما تقول يعني قاعد يقول هذه المعلومات مو بس نفسها قاعد يقول هاللي موجودين في الطاولة في منهم مكان حاضر في الحرب في منهم مكان حاضر الاجتماع وما يدي وين ذي اللي فيه ملخص الاجتماع وين بدأ ما ندور يعني زي ما تقول يستجوب ابر يقول ابر شذال الاشعاعات اللي سمعناها ان جيمبي جاء في الطابق الصفلي وان حررهم مدشين وشذا الكلام هل هذا صحيح ابر قال على طول نفل قال مجرد اشعاعات كاذبة ملها صححة كم مرة لازم اقول لكم ان هذا مجرد كلام كاذب وين ها اسمك القرش اللي سبكت القرش اللي هو جيمبي اللي تتكلمون عنه يعني قاعد يستغل الموقف ان جيمبي ينام يختفوا داخل عالم راية ما حد يدي عنهم الموقف ذا صالح يقول لا كلام كله كذب ومو صحيح ولو انه فهلا موجود وين فيه وين فيه يعني طلع لي وين فيه ما حد جاني في الاندرغراوند في السجن السفلي اللي تحت وانا زي ما امرتني البيج مام زي ما امرتني ماما اني ابدأ التعذيب حق نامي ولو فيه وطلع منهم موقع لولا استجواب يعني عذبهم بالاستجواب لما اخذ منهم موقع لولا بديت الاستجواب بس تحمست مع التعذيب وحركت الكتاب وماتوا في الحرق حركتهم وماتوا محروقي وانا اعترف اني بلاغت التعذيب يعني مرة واحدة حركتهم هذا القصته هذا القصة اللي قاعد يكذب عليهم ابها بس لا تقولي انك ما انتم صدق فيني ولا انتم ماذا قاعد تكذبني كم مرة بتكذبني كم مرة عيد كلامي يعني صدقوني يعني قاعد يكذب عيني صريح بعدين جابوا لك في الصفحة اللي بعد ان اوبر قاعد يفكر في مخا يقول ما في امل اعترف اقول اني جبت العيد وخليت جنبي حررهم ولا البيجمام رح تخضب عليه وبتقتلني هي اقتلت من قابل ولادها اللي قابل ذاك يوم انه كانت تبحث عن حلال كورو كومبش عصبت وخضت روحها وقتلتها فلو عصبت البيجمام حين ممكن تقتل فعلا فهنا ماوندور اكمل قال هجل نقدر نشطب على اثنين ذيلي فمعنات الستة كلهم انتهى امرهم اللي عند البيجمام والبقية كلهم يا عند برول يا ماتو فاتبت وسأل ماذا عن سانجي وعائلة الفيسمون قالوا كلهم ذلك قاعدين يشربون وسانجي في غرفته نايم الامور كلها ماشي زي الحلاوة خلاص ترتباتنا معناتك كذا حلينا مشكلة الدخل بدون اي مشاكل ولا تدري البيجمام عنهم والتجهيزات الحفلة بكرة صاير اوكي خلونا نحتفل بزواجة خطنا الصغيرة بكرة وكل شي حلو جميل جدا جدا انا صراحة ما ادري هم فهم هل هم ما يعرفون عن المذبح اللي مخططينها بكرة او ان قصدهم نحتفل يعني بعد ما نذبح ذلك نحتفل ونقل كيكة وهم كلهم اشرار زي البيجمام وبودي على المهم بعد نهاية الاجتماع ما ندور راح عند الجنود الشطرانج وقال لهم خلوا عيونكم مفتوحة وراقبوا لين الصباح انا مبواثق في اوبر يعني هو فعلا شاك ان كلام اوبر فيه فيه يعني تلاعب بالكلام وفيه عدم مصدقية فيه كلام مش منطقي فعلا قالوا ان الجنبي ظهر بعدين يقول لا جنبي مجاني فشاك في الموضوع فقال يقول خلوكم حذرين وراقبوا القصر كله طول الليل تقل بعد المشهد الدور الثالث وريجو قاعد يطل من المراية اللي كسرها لوفي وطلع منها وبعدين جاب المشهد داخل مدينة الحلوة اللي يعني قصر البقمون موجود في مدينة الحلوة بس في النص أو ذه بس لوفي قاعد يمشي داخل المدينة والمطر يتساقط وميت من التعب ما عند اي طاقة يبقى ياكل عشان يسترط تقته وقاعد يمشي بيروح للغابة المكان المتوعد فيه مع سنجي انتقل بعد المشهد داخل القصر وسنجي قاعد في احد الممرات وجنبة صلة الطعام سلة الطعام انا قلت لكم من قبل انه يوم شاف بودنغ طاحت من يده سلة الطعام وباقت الورد وكان يولع زقارة بعد ما جابوا المشهد جابوا باقت الورد في الارض و سلة الطعام اختفت لان سانجي خذها معه سانجي ما يلوح طعام ما يترك طعام طبخه حتى لو انه بقايا طعام ما يتركه فقاعد يفتح سلة الطعام ويطالعها ويذكر قول اه انا طبخ هذا الاكل بودنغ في الاساس بعدما بدأت ذكر ان انا طبخ كان طبخ كمية كبيرة ونوعية الطعام اللي حبه الوفي بعدنا بدأت زي ما تقول يحاول يكلم نفسه انساهم انساهم ونسوع بيدين كده جلس لسلة القرف صاحة خاش وجهه ومتجالس وقاعد يفكر وقاعد يتكلم نفسه انسى الطاقة ما انسى اخوياك انسى ربعك خلاص معد واجه يعني واجه الواقع والحقيقة اللي انت فيها بعدين جابولك في الممر مر قدامه بوبينج اللي رأسي يهتز هذا بوبينج زي ما تقول شام ريحة الطعام لان سنجي كان فتحت ذا أو شاف سلة الطعام فجاء جاء عند سنجي بس ما يدي ان هذا سنجي لان سنجي خاش رأسه فسنجي قاعد يكلم نفسه ويقول صج اني كانت حياة قصيرة ولكن عشت حياة ممتعة استمتعت في حياتي يعني كان يقول خلاص جاء وقت الموت لوفي واخوياه ورابعي يعني بقيتنا ويقدروا يطلعون من هنا بسلام ويقول ذا الكلام قاعد يسمع او يحس ان في واحد قاعد يفتح السلة ويلعب بيها بس قاعد يحور في دخل سلة الطعام بس ما انتبه يعني ما تحرك قاعد يفكر مركز على افكار واكمل في افكار اتفكير في بخير كل واحد من جنود الفيس بوك رحيموتهم ما فيهم انا انا وريجو كلهم لازم نموت وبالطريقة دي بيجمم تحصل على مبتغاها وما تغضب ولا تهجم على طاقم لوفي لانه في النهاية واحد من اليونكو واحد من القراسين القوية جدا وطاقمها قوي جدا هو قاعد يشوف بعيونه مدى قوته فكذا ما نقدر ما نغضبها ولا نسوي لها شيء شوي اللي سمع كلمة اه طعام كذا اللي جنبه واحد يتكلم اللي هو بوبينج لقى لحم وطلع من السلة فرفع رأسه سانجيو التفيت وقاعد يشوف قدامه بوبينج ماسك اللحمة اللي هو طبخها حق لوفي طبعا هو طبخها حق بودينج ولكن طبخها بالطريقة اللي يحبها لوفي لحمة قطعة لحم في يد بوبينج فبوبينج يوم شوف هاجه قال اه انت في اسمك سانجي مفروض انك نعم في غرفتك اش جابك هنا وسانجي مو بقاعد يسمعها قاعد يطالع اللحمة اللي في يده ويذكر كلام لوفي يوم قال له انا سأضرب عن الطعام ولا ناكل اي شيء اللي لما يجي من يدك وقاعد يشوف الشيء اللي هو طبخها بيده وعشان اللوفي في يد بوبينج بياكله فهنا المشاعر تأججت داخل سانجيو ظهرت قوة اسطورية اللي كنت اتكلم عنها دائما وصرخ بقع على صوته ابعد يدك عن هذا اللحم وبوف اطهر راكلة اسطورية طيّرة فجر جدار ابا من قوة الراكلة طيّر بوبينج وصقاع بالجدار ولكن قبل لاننتقل في ملاحظتين لازم اقولهم في الملاحظة الاولى شطحات يمانية تحققت جديدة احمد اليماني كان شاطح وكان يقول يوم جابا الشابتر ان سانجي قاعد يطبخ قال ترى سانجي قاعد يطبخ الأكل حق لوفي كلنا في ذاك الوقت قلنا اشتشت شطح اليمنية الجديدة واضحنا قاعد يطبخ البودينج وحاليا تشوف فعلا الأكل يطبخها سانجي بيروح يأكل لوفي وكان سانجي في ذاك الوقت يطبخها فتفكيره في لوفي اطبخها فعلا للوفي سجنية النبي يد معك بودنك بس في نهاية بأكله لوفي فشاطحة يومانيجي تتحققته والنقطة الثانية اللي بيكم تلاحظونها يوم جاب اللقطة على عين بوبينغ كانوا يجيبوا لك إننا كنا لابس قناع وهذه نظرات على وجهه هذه نقطة مهمة فمع الركلة قوة الركلة اللي جاءتها من سانجي واحدة من النظرات اللي عليه انكسرت طينغ فبين شي وجه أو عين بوبينغ اللي داخل القناع هذا نقدر نقول لنا بوبينغ لابس قناع وليس هذا هو بوبينغ الحقيقي مثل كراكر كراكر كان داخل ذا الجسم اللي كله بسكوت وداخلها طالعة جسم كراكر الحقيقي فهاليا بوبينغ لابس الشي هذا قناع هذا مو باشاة حقيقي لابس قناع ويوم انكسرت العين جابوا الوجه جابوا الفيديو يعني الكاتب لمح كذا جاب فريم ركز على عين بوبينغ اللي داخل فعين طبيعية مو بوجه كذا زي تقول يهتزك زي التركيب من قوة الضربة بوبينغ صقع في الجدار وتحطى من الجدار طارت من يد اللحمة في لوف سانجي مسك اللحمة في يدها وعلى طول حطها داخل سلة الطعام وقعد يقول شويت انا لان بيكمانج متحذرة قالت لأ إيالي لك تخرب خطتي رح ركل واحد من عيالها وفجر وجهها وكسر بجدار وفعلا بوبينغ قاعد يكلمت طالعوا وقلوا واذهل هاري دوميك شو قاعد تسوي انت مفروض لك بتزوجي خطن بكرة شفيك هاجم تعلی شفيك فقعت وجهي كذا ترى ما خدت إلا لحمة من يدك ما لا داعي الضربة دي طبعا جابوا جنود البيك ما بيستخون ما هذي الضجش ذا الصوت في جدار الهدم جدار هناك رحولها فكل جاء عند المكان اللي صار فيه انفجار قوي من قوة الركلة الكل سمع صوت الضربة والانفجار والجدار اللي طاح فسنجي يمسك السلة وانطلق وين بروح كلنا عارفين من بروح لازم يعطي الطعام للشخص اللي أضرب عن الطعام واللي هو أساسا انطبخ الطعام له لازم يروح ودي سلة الطعام هذي اللوفي في المكان الموعود المكان اللي توعده فيه عند الغابة طبعا ينا الكلام اللي صارخ وقال اوي توقف مكانك هل هو كان بوبينغ أم واحد ثاني والأهم بوبينغ اللي داخل ليش الكاتب كان ملبسة قناع شنو شكل وجهه ليش الكاتب خفى عنه هل في شي ضروري مهم يعني الفريم ذي اللي جابوه على عين بوبينغ صراحة الرفع في راسي ألف علامة استفهام استفهام فيه سر موجود في بوبينغ وشكل الحقيقي ولا مكان الكاتب خشى داخل كده وجاب لنا الفريم على عينه فحاليا سنجي بيروح أقلوفي اللوفي بيسترد قوته الاشكالية الوحيدة عندنا في الحدث هذا كله انقاذ ريجو وانقاذ بروك وهل فعلا بروك نستخل بنيغرف وحطها في راسه ولا لا حتى الآن فلازم ننتظر وشوف في الأحداث القادمة شو اللي بيصير ولكن نهاية الحدث قربت واخيرا نقدر نقول الليلة ذي عدت وبيصحون ثاني يوم وبيبدأ هذا يوم الزواج وبيشوف شو اللي بيصير في الزواج أحداث جدا رائعة وأهم شي فعلا بالنسبة لي إنه في فصل الأسبوع الجاي وده مرح يوقف ومتحمس جدا وشوف شو اللي بيصير في الفصل الثمامية وخمس وخمسين كده نصير وصل لنهاية انطبانة عن منقا وان بيس الفصل الثمامية وخمس وخمسين لا تنسوا لنعطيكم العافية لا تشترك في القناة لما تشترك حتى الآن والضغط على زر الإعجاب نشر الفيديو لأصحابك استمروا في دعمنا في هاشتاق كما أقول لي حاب يدعمنا كثيرا حسب بالبيبال هذا ظهر أمامكم في الختاب نقول سبحانك الله بحمدك أشهد أن تستغيرك وتو بلايك نشوفكم مع لك إيه ترجمة نانسي قنقر